أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سامير سعيد خلال مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين وعلى همش لقائه عددا من مسؤولي مؤسسات مالية دولية وأقليمية وهيئات تنشط في المجالات التنموية أكد حرص الحكومة التونسية على المضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا مع العمل على ضمان التلازم بين الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والسلم الاجتماعي وشدد الوزير في السياق ذاته على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفضل الأجال حتى ينطلق العمل مع باقي الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها لقاءات جمعته مع كل من نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ريكاردو مورينهو ومدير التعاون مع الشرق الأوسط وأسيا البسطة بصندوق النقد الدولي جهد أزعور ونائبي رئيسي المؤسسة المالية الدولية والبنك العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسيرجيو بيمانتا وفريد بالحاش قدم سعيد فيها مضامين البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية لاستعادة التوازنات والرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية إلى جانب تقديم فكرة حول الإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار من جهتهم عبر مسؤولوا المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على استعداد مؤسساتهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي مؤكدين على ضرورة استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق معه حتى تتمكن مؤسساتهم من التقدم في تجسيم البرامج التي تمت مناقشتها وعلى مستوى التعاون الثنائي وفي لقاء جمعه بنظير الإيطالي جينو كارلو جورجاتي ثمن وزير الاقتصاد والتخطيط سامير سعيد جهود الحكومة الإيطالية في دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ولدى الشركاء الأوروبيين كما تم التطرق إلى تميز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات التعاون المالي والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالطاقات المتجددة والصناعات الدوائية ومكونات السيارات والطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والملابس وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 79.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 23.2000 وبلغت نسبة تغطية الوردات بصادرات 94.4% مقابل 96.6% في 22.2000 بحسب ما ظهرت معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة ويفسر تعمق عجز الميزان التجاري الغذائي وفق معطيات المرصد خصوصا بزيادة نسق الوردات من الحبوب والسكر رغم تطور صادرات البلاد من زيت الزيتون